يا رب نوراً يا رب عزائي المشاهدين أسعد الله أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حياكم الله جميعاً أينما كنتم وحيثما كنتم أينما كنتم في مخيمات الشتات أينما كنتم في المدن في الكرة في المخيمات في المحافظات نحييكم تحية فلسطينية طيبة مباركة من عند الله عز وجل ونحن في شهر الصيام نحن لا زلنا نتفيأ ظلال هذا الشهر العظيم لا زلنا نتفيأ ظلال هذا الشهر الكريم شهر رمضان الذي كان شهر نصر وشهر صبر وشهر بركة وشهر صيام وشهر قيام وشهر كرآن كان رمضان شهر الخير كان رمضان عند الرعيل الأول من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكل آخر غير شكله اليوم رمضان ليس فقط الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة إنما رمضان هو شهر نمتنع فيه عن المعاصي نمتنع فيه عن المحرمات إن لكل عضو من أعضاء جسد سامنا إن لكل عضو من أعضاء جسدك أخي الحبيب أختي الكريمة لكل عضو من أعضاء جسدك لسان حال الصيام للعينين الصيام الأذنين صيام اليدين صيام الرجلين صيام الكلب صيام اللسان صيام الجوارح كلها ذكر العينين البكاء ذكر الأذنين الإصغاء ذكر اليدين العطاء ذكر اللسان الشكر والثناء ذكر القلب التسليم والرضاء فوحدوا صاحب العظمة والكبرياء نعم نوحد صاحب العظمة والكبرياء الذي أوجد لنا هذا الشهر العظيم الذي نتحلى فيه بأسمى خلق عظيم حثنا عليه ربنا تبارك وتعالى وحثنا عليه حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو خلق الصبر لأن كثيرا من الناس اليوم يقولون ما بعد الصبر إلا القبر هذا كلام مغلوط هذا كلام مغلوط إن الصبر إن النصر مع الصبر الصبر مثل اسمه مر مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل أحلى من العسل الصبر ليس كلمة أقولها من هذا المكان أو يقولها عالم رباني أو يقولها مصلح اجتماعي أو يقولها محلل سياسي الصبر هو الحبس والمنع الصبر هو حبس اللسان عن التشكي هو حبس النفس عن الجزع هو حبس الجوارح عن كل ما يغضب الله حبس الجوارح عن معصية الله عز وجل كم ذكر الكرآن الكريم من أهمية الصابرين وتتجلى مكانة الصابرين عند الله عز وجل عندما تدخل عليهم الملائكة تدخل عليهم الملائكة قائلة لهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عكب الدار تدخل الملائكة لتهنئهم بالصبر كما أن كما أن الله عز وجل أعد للصابرين مكانة عظيمة قال الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب نعم إن الله مع الصابرين إن الله يحب الصابرين هذه رسالة إلى كل مبتلى من أبناء شعبنا هذه رسالة إلى من لهم أسراف السجون هذه رسالة إلى من عندهم شهداء إلى من عندهم جرحى هذه رسالة إلى كل مبتلى إلى كل مبتلى في دينه إلى كل مبتلى في ماله إلى كل من هو مبتلى بالفقر إلى كل من هو مبتلى بسوء خلق زوجته إلى من هو مبتلى بأولاده العاقين له أقول لهم اليوم فصبر جميل صبر جميل والله المستعان نحن في شهر في أمس الحاجة فيه إلى الصبر لأنه شهر الصبر ولأنه شهر النصر شهر الصبر نمتنع فيه عن الطعام والشراب نمتنع فيه عن الشهوة نمتنع فيه عن كل الشهوات التي أوجدها أوجدها الله عز وجل في هذا الكون زين للناس حب الشهوات من النساء والبنينة والكناطير المكنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا ذلك متاع الحياة الدنيا نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالصبر وأن يرزقنا الصبر وأن يجعلنا من الصابرين في ضوء هذه الفتن وهذه المشاكل التي تحدث لشعبنا هذه الهموم التي رقبتنا هذه الابتلاءات التي حلت بنا نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يصبرون في هذا الشهر الكريم إنه ولي ذلك ومولاه نورا يا رب نورا يا رب يا رب نورا يا رب يا رب نورا يا رب نورا يا رب يا رب رمضان أشرق فالوجود ضياء ومن القلوب ضرعة ودعاء نورا يا رب يا رب نورا يا رب يا رب نورا يا رب نورا يا رب